بسم الله الرحمن الرحيم وقود النادي الأهلي مع اللاعب مصطفى البدري مهاجم نادي الإنتاج الحربي السابق لمدة خمس سنوات قادمة أضاف أن انضمام مصطفى البدري يأتي وفقاً لرؤية الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم ولجنة التخطيط وبالتنصيق الكامل مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ساعات الماضية شارت إنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية مع مسؤولي الإنتاج الحربي في إطار العلاقات الطيبة التي تربط الناديين الكبيرين على أن ينضم اللاعب لتدريبات الأهلي خلال الأيام القليلة القادمة طبعاً زي ما حضراتكم عارفين نحن عندنا انتقال ثلاثي فريق الشباب الحقيقة قبل ما أتكلم عن انتقال ثلاثي الشباب وإيه اللي حصل خلال الفترة السابقة أنا عايزة أسأل حضراتكم سؤال أو أتكلم مع حضراتكم فحاجة هامة جداً يعني إيه استثمار رياضي واستثمار فني استثمار رياضي واستثمار فني النادي الأهلي من وجهة نظري واللي إحنا شايفينه أن النادي الأهلي بيعمل أكبر استثمار رياضي في لعبته واستثمار فني الاستثمار رياضي ده إزاي؟ إن أنا بودي كل اللاعبين اللي أنا مش محتاجهم ولكن أنا شايف إن هم لاعبين كويسين جدا ممكن يكونوا شباب ممكن يكونوا تحت السن في فرق الشباب المختلفة وفرق الناشئين المختلفة بوديهم إعارات علشان يقدر النادي الأهلي يستفيد منهم من الجهتين تخيل حضرتك إن أنت في النادي الأهلي خلال الفترات السابقة أقول لحضراتكم أسماء بعض اللاعبين اللي استثمر فيهم النادي الأهلي من الناحية استثمار رياضي واستثمار فني محمد شريف، صلاح محسن، أكرم توفيق، أحمد ياسر ريان، أحمد عبدالقادر، أحمد عبدالقادر، عمار حمدي، محمد عبد المنع تخيل حضرتك كل هؤلاء اللاعبين اللي معظمهم دلوقتي بيلعب في النادي الأهلي وبيلعب بشكل أساسي وبيلعب في المنتخب الوطني معظم هؤلاء اللاعبين في خلال الثلاث سنوات اللي فاتوا إيه اللي حصل كان دائما النادي الأهلي حريص وكنا دائما بنقول للكلام ده والناس كانت بتقولك الله هو النادي الأهلي بيطلع كمية الأعراض دي ليه؟ النادي الأهلي بيعمل الكلام ده ليه؟ دلوقتي حضرتكوا لازم تبقوا عارفين إن إحنا عندنا إدارة كرة وإدارة تخطيط وإدارة تسويق رائعة في النادي الأهلي وتستحق كل الإشادة وكل الاحترام طبعا على رأسهم الكابتن محمود الخطيب لأنه كل هؤلاء اللي اعتخيل حضرتك لما تيجي تتكلم عن محمد شريف محمد شريف ده كان لعب لجنة التخطيط وإدارة الكرة في النادي الأهلي شافت إنه هو لعب جيد جدا ورائع ولكن محتاج شوية إن إحنا نسق ناحية فنية عنده شوية فرح لعب في أمبي رجع النادي الأهلي تاني بقى هدف الدولي العام تخيل حضرتك أكرم توفيق نفس الكلام تخيل حضرتك لو أنت كنت عايز تشتري دلوقتي محمد شريف كنت هتشتري بكام كنت هتدفع ملايين الفلوس علشان تقدر تشتري محمد شريف مرة تانية ولكن رؤية رائعة الحقيقة أنا بأهني إدارة النادي الأهلي إدارة الكرة في النادي الأهلي وعلى رأسهم طبعا الكابتن محمود الخطيب وإدارة التعاقدات اللي في النادي الأهلي لأنه اللي بيحصل في النادي الأهلي من استثمار رياضي واستثمار فني حاجة رائعة جدا اللي حضرتك عايزه بترجعه تاني بيلعب في فريق النادي الأهلي النادي الأهلي بيكسب بيه بطولات على الرغم وخد بال حضرتك هي الفلوس اللي أنا جبتها عشان أجيب لعبين كبار بأسماء كبيرة جدا في المركات اللي احنا شغالين فيه دلوقتي ده ليه؟ إزاي؟ لأنه أنا وديت لعيبة برة خدت منهم فلوس اللاعبين اللي أنا وديتهم دول الأعراض اللي أنا وديتها دي كلها أنا خدت منهم فلوس اللعيبة دي فبالتالي وبعد كده بعد ما خدت منهم الفلوس راحوا لعبوا سنة أو اتنين فأندية أخرى وبعدين رجعوا النادي الأهلي يبقى أنا وفرت فلوس في أن أنا أشتري لعيب رجعت اللعيب بتاعي بعد ما استثمرت فيه فنيا داخل الملعب خلال السنتين اللي فاتوا في النادي اللي هو بيلعب فيه النادي اللي هو بيلعب فيه استفاد اللي هو زي أمبي في حالة محمد شريف زي الجونة في حالة أكرم توفيق زي سراميغا جلوباطرة في حالة أحمد ياسر ريان وفي نفس الوقت اللاعب رجع لي نجمه أصبح هداف الدولي العام المصري فأنا أصبح عندي فلوس أنا سيف أو وفرت فلوس علشان أقدر أجيب واحد زي بيرستاو واحد زي مكسيكوني واحد زي بقية اللاعبين اللي احنا تعاقدنا معاهم أو النادي الأهلي تعاقد معاهم الناس مبسوطة جدا باللي حصل في التعاقدات اللي احنا شغالين فيها دلوقتي وأعتقد ان الاربع أو خمس تعاقدات بمصطفى البدري دلوقتي خمس تعاقدات مع خمسة وعشرين أو تلاتين نجم أعتقد ده شيء رائع جدا وأنا شخصيا شايف ان احنا يعني نادي الأهلي يكتفي بهذا الشكل لان احنا الخمس لاعبين مع نجوم اللي موجودة في الفرقة لا انت بسم الله ما شاء الله عندك فريق كل مركز فيه واحد واثنين وثلاثة